السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في وقفات الحلقة الخامسة والعشرون المثلية الجنسية الحلقة الأولى هل تعلم أنك مخارب؟ هل تعلم أن لك عدوا يتربص بك؟ اسمع ما قال عدوك متبجحا متعجرفا قال ذلك لرب الأرض والسماء قال ولأضلنهم ولأمنينهم فليبتكن آذان الأنعام ولأمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا هذا ما قال عدوك مسطرا ملحمة العداوة من أول يوم خلق الله سبحانه وتعالى آدم وربك سبحانه وتعالى يقول لك إن الشيطان عدو لكم فاتخذوه عدوا إنما يقوم حزبه ليكون من أصحاب السعير أيها الأخ الحبيب أيها الأخت الحبيبة إن الله تعالى قد خلق الخلق على الفطرة وسواه على أحسن تقويم وخلق الذكر للأنثى والأنثى للذكر قال سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا وقال كذلك سبحانه وتعالى مبيناً علاقة الذكر بالأنثى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال سبحانه وتعالى مبيناً أن هذه هي سنته سبحانه وتعالى في خلقه وسنته لأنبيائه ورسله قال مبيناً ذلك وَلَقَدْ أَرُسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَيَّأْتِيَ بِآيَةٍ إلا بإذن الله لكل أجل كتاب أي أن الله تعالى قد بيّن هذه السنة في أفضل خلقه وجعلهم قدوة حتى يقتد الناس بهم أن زوجهم من بني جنسهم إناثاً ليس ذكراناً فكان لهم الذرية والأولاد والأبناء هذه سنة الله تعالى وهذا مراده في خلقه فاعتبروا يا أولي الأبصار إنما تابعناه وشاهدناه في العشر السنوات الأخيرة خاصة منذ انطلاق ما يسمى بالثورات العربية أو زعم الربيع العربي وما صحبه من موجات إلحاد وخروج على النمط والسياق الثقافي والموروثي والتقليدي لهذه الأمة ومن ذاك موجة المثلية الجنسية والشذوذ الجنسي الذي تكثف وجوده بعد هذه الثورات العربية أو ما يسمى بالربيع العربي وقد لاحظت شخصياً مؤخراً في بعض القنوات وفي مواقع التواصل الاجتماعي حملة مكثفة ممنهجة لبث هذا السم الزعاف وهذه الأفكار المعتلة أفكار الشذوذ الجنسي وأفكار المثلية الجنسية ومحاولة أولياء الشيطان فرض واقع يتقبله الجميع يكون جزءاً من مستقبل شبابنا ومستقبل شباتنا وهذا كما فعلوا في الغرب فأصبح الأمر مميعاً عندهم لا يدري أحدهم أذكر هو أم أنثى وهذا بدعوى الطبيعة الخلقية أو الحرية الفردية أو احترامي الاختيار الفردي ووالله إنها لأعظم الفرية وأعظم الكذبة على الله سبحانه وتعالى وعلى دينه وعلى نبيه وعلى خلقه إنه الشيطان إخوتي وأولياءه يعملون ليل نهار لمحاربة أبناء آدم وجعلهم يتيهون في الأرض إن أولياء الشيطان هؤلاء المختلون عقلياً المضطربون نفسياً الداعون للمثلية الجنسية وغيرها من الإنحلال والشذوذ ما هم إلا شرذمة قليلون منحلون خارجون على نظام الفطرة خارجون على قواعد الله سبحانه وتعالى وآياته مناهضون لكل الديانات السماوية وغيرها من الديانات التي تدعو للمحافظة على الجنس البشري باحترام جنس الذكر واحترام جنس الأنثى وما جزاء هؤلاء المختلون المختلون عقلياً المضطربون نفسياً المحاربون لله ورسوله الساعون للفساد في الأرض إلا كما قال ربنا سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم ستقول لي كما يقول هؤلاء المتنورون هؤلاء المستشرقون حب حب رويدك شوية شوية عليهم بالخفيف يعني خليك هيك شوية لي حتى يستجيب لنا أقول لمن يقول لي ولغير هذا والله إنكم لم تعدوا في موقفكم كقول هؤلاء للمؤمنين من أهل السبت لما تعظون قوماً الله مهلكهم أو معذبهم عذاباً أليماً إنكم تقفون نفس الموقف وإنا نقف الموقف الآخر الذين قالوا لهم رداً لهم ورداً عليهم معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون إننا نقول بأمر الله سبحانه وتعالى ولا نحيد عنه والله إنهم يريدوننا أن ندهن فيدهنون ويريدوننا أن نميل إليهم فيميلون إلينا والله تعالى يقول لنا سبحانه وتعالى في كتابه فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون إنهم يريدوننا أن نميل شبراً فيميلون ويأتون إلينا ذراعاً وأن تقدم إليهم ذراعاً فيأتون إلينا باعاً ووالله لن يكون ذلك منا أبداً بل نقول لهم ضعوا أسماءنا في القائمة السوداء عندكم إننا بأمر الله نسير وبأمر الله نحتكم ولن نحيد عن ذلك فالمثلية الجنسية عداء وعداوة لله ورسوله ولدينه ولفطرته ووالله لن نقف معها بل سنحاربها لآخر يوم في حياتنا أخي وأختي إن الحرب القائمة اليوم على أوجه كثيرة ومن ثغرات متعددة والشيطان وأولياءه لا يتعبون بل يكدون ويجتهدون يوماً بعد يوم لمحاربة أولياء الرحمن وإنا بإذن الله تعالى لن نتنازل عن مبادئنا ولن نتنازل عن ديننا ولن نتنازل عن قيمنا ولن نتنازل عن موروثنا إن معركتنا مع العدو الخارجي معركة صعبة ولكنها غير مستحيلة لكن معركتنا الحقيقية التي علينا أن ننتبه لها وأن نتنبه لها هي معركتنا من الداخل معركتنا مع الصفوف الخلفية مع الطابور السادس الذي يريد إبليس أن يأتينا منه إنهم أبناؤنا وأحفادنا الذين هم أمانة في أيدينا فإن تركنا هؤلاء لإبليس غير فطرتهم وحقق النجاح الذي يريده بإضلال البشرية وإدخالهم إلى جهنم فعلينا أن نكون يقضين حذرين مما يحيك حولنا من هذه المؤامرات فالمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي هو أمر عظيم قد حذر الله سبحانه وتعالى منه بل دمر الله تعالى قرى بأسرها فها هي سادوم وعمراء قد دمرهم الله تعالى من أساسهم وجعل الله تعالى أرضهم عاليها سافلها حتى لا يبقى منهم أحد فعلينا أن ندرك الخطر القادم وعلينا أن نقف وقفة صحيحة حيث يجب أن نقف مع أبنائنا نحذرهم وعلينا اليقظة والتنبه مما يحيكه لنا عدونا إبليس ومن شاكله ومن عاونه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سيكون لنا حديث أعمق عن المثلية الجنسية تاريخها ومصادرها وكيف تروج في بلادنا العربية وكيف السبيل لمحاربتها شاركوا هذا الرابط واجعلوا كلمة الخير تسير بين الناس وكن مؤمنا مسلما فاعلا يتحرك في المجتمع بالإيجابية حتى نستطيع أن نغير الواقع الذي حولنا ولا تحقرن من المعروف شيئا فإن الجبال من الحصى ألقاكم في الحلقة القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته